قال لي عاهد الرأس وقال له اه كان انا قال لي اتفضل على اليمين ورحت على اليمين عنده وبدأت رحلة الاعتقال يعني الجيتا هم هدول اليومين يعني اصعب يومين مروا في الحياة او في الاعتقال كله هدول هم اصعب يومين على الحاجز يعني كان فيه الجرفات والدبابات كانت تفحر في الشارع لقبال جامعة الاقصى لقبال الحاجز قال لي قلت لما اخدونا يعني اخدونا بطريقة يعني بشطبعيز كأنهم مسكين الله يعزك الكلاب يشحطونا قال لي قلت فيه جور كبيرة في الجرفات السفحر ومسكونة وين رامونا؟ رامونا في جورة كبيرة لرامونا جورة عالية قلت لقبال الجنود على الجيت كنا فوق بعض رامونا الشباب قلت لقبال الجنود يتمسحروا وصاروا يسحبوا الاسلاح المعام صاروا يعشقوا فيه احنا قلنا ايش؟ بمطخون يعدمون يعني احنا في الجورة بجورة عالية وصاروا بميش انهم بيطخونه قلت صار يندع تبع الجرافة بالعبرة انه يعني خلص منهم هدول صارنا احنا نتشاهد نقول اشهدونا لا وش انهم يطمونا يطخونا يطمونا خلونا خمس دقائق في الجورة قلت لقبال الجرافة هي صارت ايش؟ تزقوا علينا الرمل يكون رمل يعني الرمل وصل لنا لحد الركب هي والجرافة تزقوا علينا رمل 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 احنا قلنا خلص بدنا نموت خلص يعني ما فيش لمفار يعني بدهم يقتلون احنا وعيشين يطخونا بعد يمكن بربع ساعة صاروا يضحكوا الجنود واش عارف ايش؟ وهجموا علينا في الجورة نزلوا برضو ايش؟ اخدونا نقولنا الحمد لله اخدونا انه ما يطموناش يعني هاي هم علماتي اليوم كانوا وصاروا زروج هدولا مع كتر مهم حزجات ايدي صرت ما احسش فيهم هدولا فيش دم صار فيهم يعني صارنا نقول للجنود وهم بضربونا ايدي حزاج يعني كتير يقول لي موت موت يقول لي اقول له ايدي بش حاسس فيهم انا ام ربق كيف عمل له يلاج ال ايدي ايدي انا بش حاسس فيهم يقول لي موت موتوا مش مشكلة صار يخدو الشباب هذا بعد ما اجابونا من الحاجز صار يخدو الشباب من عنا يخدو شاب يحطوه برا ونسمع صوت طلق طلق واحد من برودة نسمع صارنا نقول اللي بخدوه برا بتخوه بعدموه واحد واحد صار يخدو الحمد لله انا بوصلنيش الدور انه اخدونيش برا خلص يعني استكفوا بعدد وتمنا احنا صارنا نقول الحمد لله احنا بوصلناش الدور عاد انا سألت بعد هيك الشباب قلتوهم يا شاب اللي كانوا الشاب يخدوهم من مستشفى الخير من جمنا اعدموهم برا قال لي قاعد فين شاب يعني قال لي لأ انا اخدوني برا بعدمونيش طخوا جنبي حطونا في غرفة جنبي ايش غرفة تانية وتمينا عندهم في الموجع هذا تقريبا لتاني يوم تمينا اخدنا الشحن الحديد كمان مرة ونجلنا على منطقة احنا بنعرفهاش يعني بس كنا نسمع صوت البحر يعني لانه غمونا كويس حزقوا علينا الغميات كويس قميطنا من الموجع هذا ماذا يزعج علينا الزابط قال لي فلان يطلع طلعت عرفت انه رايح لتحجين ودنا على غرفة فيها زلم كبير لابس جيش سألني يعني اسئلة قاعد يسأل اسمك وين ساكن اسم امك وين كنت في 7 اكتوبر ايش سويت في 7 اكتوبر انبسطت في 7 اكتوبر ايش شفت مخطفين انا طبعا كنت اقول له كل شي شفت مخطفين في الشاطئ عندكم في بلزة قلت له شفتش وانا مخطفين وانا بعرف وين فيه المخطفين قال لي ايش شفت للجيش قلت له شفتش الشيش قال لي انا بفرجيك فيديو اليك او صورة انت وفي نفق قلت له اذا بتلاقي ايه صورة في نفق او صلة عمري لحدود قلت له ادمني قال لي لازم يساعدنا انت عشان تطلع من عندنا بدري قلت له انا ايش عندي بقدر بحكيك وانت ايش اسألني ايش بدك بقول لك يعني قال لي لا انا من غير ديش اسألك انت اقول لي ايش عندي قلت له ما عنديش ايش على الموقع في الجيش صارو يهددونا يجبون لنا كلدقاء بدي اجيب كلاب بيعمل فيكم كذا كذا بدي اجيبكم الخنزير يقتصبكم بدي كذا انتو صار يعني فيه زابط غاد يعني أنا عايب احكي الكلام صار يعني هددنا بيعني صورة عصبية يعني قال بده اجيب الخنزير يعمل فيكم اللي بنعملش يعني لازم ما اعمل فيكم يعني فيه كمان شهادة يعني شباب كانوا في الغرفة اللي جنبي على ايضاك جابوا الكلاب اغتصى الكلب وخلا يغتصب بعض الشباب يعني اغتصبهم صار يعض فيهم ويناهشهم لما يحطهم في وضعية يخلي الكلب بيعمل فيهم الفاحشي يعني يعني هددونا في اشياء زيك في الخنزير وفي الكلب ان يغتصبهم اذا انتو بتكون مش اتعاونوا معنا او تعملوا معنا بعدها اصار المخابرات يبعتني كل يومين ثلاثة يقول عاهد مخابرات لقيتها في التحقيق قال لي طب احنا عشان نخلص من حماس في غزة وانتو تخلصوا منها كتجار بدنا نساعد بعض نشطر مع بعض يعني انها وانت لما تطلع تشطر معنا بتقول ليش اشطر معنا قال لي تشطر معنا عشان نساعدها نساعد بعض نتخلص من اشي اسمه حماس والمخربين اللي في غزة قلتني لا انا باشتغلش معنا قلتني لا باشتغل مع حماس ولا مع الجهاد ولا مع فتاح ولا مع الجيش لما قلت له هيك يعني عصب مني وضربني خبطني كاف وجه واجد يخبطني شلوط برجله في البستار يعني معجوت من دي يخبطني لانه كان مكلبش لي فكيكلي ايدي انا وعند طبع المخابرات كان مكلبش رجلي في الكرسي قال لي انتو غزة انتو كزا انتو بقر انتو مش حد بحبكم بدكم تساعدونا انتو بتحبوا حماس انتو حماس انتو بتساعدوا حماس قلت له كابتن احنا بنساعدش حاد احنا ملناش في حاد قلت له اه وسابني وطلع بره اه بعد ربع ساعة رجعلي قال لي ايش قال لي بدك تساعدنا ولا لا ما نشطل مع بعض بده اجيبلك جوال بده اخليك زلمة برزواجي بره وازا تفكر فيه شغل في غزة فيش شغل جاب لي على الشاشة صورة غزة قال لي زي بدك افرجيك غزة افرجيك غزة جاب لي اياها في فيديو حي الرمال لعننا في غزة احتللي الهوى رمل جاب لي اياه لنباني الناس قلت له تفرجين انا عارف ايش غزة قلت له فيش غزة خلصت قال لي احنا غزة خلصنا منه خلصنا قال لي عشانك كما يقول لك اذا بتفكر ترجع التاجر في شغلك انت انك تجيب بضاعة من بره زي اول هادا تحلمش فيه هادا منك وره غزة فيش قلت له انا عارف قلت له انا خلص يعني ايش اساوه قلت له قلت له اي محبوسة ما اشتغلش مع حد قلت له يعني هادا عفيني منه قلت له انا عارف